تتوالى الإنجازات التي تحققها الخدمات الطبية للقوات المسلحة من خلال الكوادر الوطنية المؤهلة وباستخدام أفضل التقنيات المتطورة في مجال طب العيون حيث قام مركز طب العيون لمستشفى القوات المسلحة بعملية زراعة القرانية ويكمن نجاح العملية في الاستفادة من قرانية واحدة لمعالجة مريضين وهو أول إنجاز طبي في مجال طب العيون يتحقق على مستوى السلطنة الحمد لله أخذنا على عاتقنا أن نقوم بهذه العمليات في مركزه والحمد لله وخصوصا نحن مجهزين بأفضل الأجهزة وما عندنا مشكلة أن نقوم بهذا العمل كذلك ما يميز مركز طب العيون العسكة أنه جميع الكادر الذي يقوم بهذه العملية سواء ممرضين أو أطباء أو فنيين قراحة عيون كلهم من العمانيين العملية تعد الأولى من نوعها في السلطنة والتي أشرف على تنفيذها كادر طبي وطني مؤهل ومتخصص لمثل هذا النوع من عمليات زراعة القرانية كما تم تدريب الطاقم الفني المساعد للجراح في مدرسة الخدمات الطبية بمستشفى القوات المسلحة وقد أجريت العملية باستخدام جهاز الفيزو ماكس الذي يستخدم تقنية الفيمتو ثاني ليزر لجراحة العيون والذي له استخدامات عدة في مجالات جراحة القرانية ويتميز بالقدرة الدقيقة على فصل القرانية إلى أجزاء حسب الحاجة الجراحية للعين وقد تم اتباع سبل طبية متعددة وفق مستويات متقدمة وبما يضمن نجاح العمل ترجمة نانسي قنقر